منذ أسبوعين ومحمد علي رجل الأعمال والفنان المصري الذي كان قد لجأ إلى إسبانيا قبل عام يشغل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن حملة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محمد للإياب نسؤولية الفساد والهدر وغيرها من الطاقصير في مصر طبعا محمد علي لقى نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأدل يستطيع جمهور كبير من الشباب المصري نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر في السنوات الثمانية الماضية الجدير ذكره أن محمد علي ما يقوله ليس مختلفا كثيرا عن ما يتم تدوله على بعض المواقع أو العديد من المواقع التي تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن مقارق بسيط هو أن كونه ليس مرتبطا بالإخوان أو مدعوما من قطر أو تركيا أو جهاد تعتبر على عداء مع الحكم في مصر أعطى محمد علي مصدقية إضافية لكن هناك جانب آخر يعني قرح هل أن محمد علي هو صوت منفرد؟ طبعا هناك بعض اتهموا بأنه صنيعة الخبرات وما إلى ذلك يعني لا نريد أن نفسر الأمور في منطق المؤامرة ولكن أن يلقى أولا أن يتجرد شخص كان على علاقة وثيقة وهو جزء أساسي من منظومة الحكم والتعهدات كما يقول هو على التمرد يعني بتقديري أنه هو ليس مفردا وجزء من مجموعة قد يكون ما يحركها هو خوفها على عناصر الأمن القومي المصري التي تآكلت إلى حد بعيد خصوصا أنه هو يعني حمد علي أشارب الكثير من الميديوهات إلى الضرر الذي أصاد مصر بأمن القومي على الرغم أنه طبعا هو ما يريده هو بلغة بسيطة ليست لغة مختصة بمسائل الأمن القومي أو المسائل الجيل السياسية فبالتالي ما هي الأناصر التي تضررت في مصر أو عناصر الأمن القومي التي تضررت في مصر في السنة والثمانين الماضية؟ أولا وضع في ليبيا يعني حال عدم الاستقرار في ليبيا على الحدود الغربية لمصر يشعر مصر بعدم الأمن خصوصا أنه تاريخ ليبيا منذ فجر التاريخ بحد أدنى يعني منطقة البنبازيو بحد أقصى وصولا لمصر كانت تشكل قطوط دفاعية عن الدلتا يعني بالحد الأدنى كانت مصر أو من يحكم مصر اللي كي يدافع عن مصر من ناحية الشمال الغرب ضد توافل القبائل الآذية من بر ليبي كان علي أن يسيطر على منطقة البنبازيو كذلك الأمر هناك مقطة أخرى تآكلت الأمن القومي المصري وهي الأخطر يعني أو من الأخطر هي السودان فالآن نجد أن هناك على عظم الاستقرار بالسودان يؤثر على أمن النيل يعني مصادر مياه النيل المهم جدا بالمصر والتي تعتبر حيوية بنسبة الأمن القومي المصري منذ أيام الفراعيني وهذا ليس أمر مستهد والجديد ذكره أن الإطاحة بالرئيس السابق حسين المبارك تمت بعد أسبوع واحد من الاستفتاء الذي جرى في السودان والذي نادى بفصل جنوب السودان عن السودان نقطة التآكل الأخرى في الأمن القومي المصري هي سبق النظر بأتيوبيا الذي يجري في دعم إسرائيلي وأمريكي وهو من أجل أن تكون أتيوبيا قادرة على ابتزاز مصر خصوصا لجهة المنافسة مع مصر على نفوه في منطقة القرن الأفريقية نقطة التآكل الرابعة هي المرتبطات بالعدل الاستفرار باليمن ومنذ فجر التاريخ اليمن ارتبط بمصر بحكم أنه يتحكم بنقطة أساسية من نقاط العبور للتجارة من الهند إلى شرق المتوسط والتي كانت تحت إدارة مصرية أما النقطة الخامسة هي الوضع بسوريا حال عدم الاستفرار بسوريا والجديد بالذكر أنه منذ فجر التاريخ كان هناك ترابط بين بر الشام أو الاستفرار ببر الشام ومصر وكانت مصر عندما تلعب دورا فاعلا أقليميا وطل على العالم عبر نافذة دمشق ومنذ ثمانية سنوات وحتى الآن أجد أن مصر لعبت دورا يعني إن لم يكن مكافئا كان في بعض الأخالات دورا سلبيا لجهة دفع حالة عدم الاستقرار بسوريا ما دفع عابي دمشق إلى التقارب أكثر فأكثر مع طهران ومع موسكو من أجل موازنة الضغط التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة أنقرة القاهرة والرياض أما المسألة الأخيرة والخطيرة جدا فهي الوضع في سيناء يعني السيسي كان تنازل عن تيران وصمطير على مضيق العقبة وهو المضيق الذي جرت حوله ثلاث فروق كبرى بين مصر والكيان الصميوني يعني بالـ 56 بالـ 67 وبـ 73 فعندما يتنازل عن تيران وصمطير لا يبقى خليج العقبة مصريا بل يخبع مورا دوليا وهذا يعد أمرا خطيرا بالاسبيل الأمن القومي المصري وأمن قناة السويس وأهميتها خصوصا في ظل المشاريع الإسرائيلي لإقامة قناة بغيري على قناة السويس ومسألة الأحضار هي احتمال رضوح الحكم في مصر للضغوط الأمريكي بالتنازل عن أجزاء من سيناء لإقامة دولة الفلسطينية تكون تحت النقود الإسرائيلي والمعروف أنه منذ أيام تحتمس قبل ثلاثة ألاف سينية عام يعني وعى المصريون أهمية السيطرة على الخط المتد من غزة إلى بير سبع بحكم أن من يتجاوز هذا الخط يصبح بالطاهرة وبالتالي عندما يتم التنازل عن أجزاء من سيناء لإقامة دولة الفلسطينية فأن أمن والإستفرار داخل مصر وداخل مصر العميقة المرتبطة بالداتة والقاهرة تصبح معرضة للسطور بتحضيري أن هذه العناصر هي التي دفعت بالنخط إن كان ممكن تكون داخل الجيش أو نخط بالإدارة المصرية بما يسمى بالدولة العميقة أن تشعر بالحطر وتبدأ بالتحرم ضد الرئيس عبد الفتاة السيسي الذي تعتبره مسؤولاً عن تآكل في عماصر الأمن القويم وشكراً وعسى أن يكون هذا مفيداً